دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمزم والحوار بلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أما بعد أحبتي في الله أحبتي في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم من الله أقرب كل سنواتم طيبين كل العالم الإسلامي بخير حال وفي صحة وعفية بمناسبة شهر رمضان المبارك أعده الله علينا بالخير واليمن والبركات وأسأل الله أسأل الله في أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك أن يرفع عنا الغلاء وأن يرفع عنا الوباء إنه رب الأرض والسماء وهو القادر عليه أحبتي في كل مكان حلقة جديدة من برنامجكم هذا ديننا وطبعا في أول اللقاء لينا هنتكلم عن فضل الصيام طبعا إحنا في أول يوم من نهاردة في رمضان الناس كلها صيمة الكل دلوقتي ما شاء الله في حالة إيمانية عالية قرآن وصلاة وطبعا البيوت كلها بقت مساجد دلوقتي إحنا بفضل الله زي ما قلنا قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي غلقة المساجد إحنا هنقول لكل الناس سأظل لله ساجد فأي مكان هنصلي وإن شاء الله هيبقى رمضان مختلف عن كل رمضان ويا رب يا رب بفضل هذا الشهر المبارك وهذه الأيام المباركة أن ترفع عنا ما نحن فيه وأن ترفع عنا هذا الوباء وهذا المرض الذي وصيب به العالم أجمع إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه تعالوا بقى سريعا عشان نتعرف عن فضل الصيام فإحنا مرضى حلقتنا اسمها فضل الصيام هو الصيام لفضل طبعا أولا لازم نتعرف أن الصيام ده فرض الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا في كتابه العزيز فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عش معي أبو الراحة وركز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في ناس كتير ما تعرفش إيه الغاية من الصيام ولا فضل الصيام الصيام فضله عظيم وكبير جدا أول شيء لازم نتعرف أن أنت من أمة أمة النبي محمد ودي أمة لها خاصية كده عند الملك سبحانه وتعالى حاجة يعني خاصة بها النبي وخاصة بها أمتهم صلى الله عليه وسلم فمما زادني فخرا وتيها وكتب أخمصي أتى أثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي طبعا فضل أمة النبي معضحة كبير وعظيم لأن ربنا سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا تشريفا وتكريما لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كرمه لأمة من قبل ولا فضل الله أمة من قبل كما فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام بقى عشان في ناس كتير اللي ما بيصمش واللي واخد الموضوع بقى مش قادر أصل الوباء أصل القرونة لازم نشرب كل شوية لا 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 لازم بقى تعرف فضل الصيام عشان تصوم صح وفي كمان ناس بتصوم وبتضيع صيامها هباء رب صائم لا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش ممكن معتول موار ماسك نفسه عن الأكل والشرب لكن صيامه مش مقبول لأن فيه حاجات بتبطل الصيام وإن شاء الله هنعرفها في آخر الحلقة طيب فضل الصيام بقى احنا عرفنا الأول أنه هو فرض والغاية منه التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الغرض والغاية من الصيام أنه نحقق التقوى إننا أوصل مع ربنا صحوх� ET تعالى في اعلى درجات من الامان ان انا احقق التقوى والمتقين بقى جزاهم عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة عظيم ان المتقين في مقام اميم ان المتقين في جنات ونهر ان المتقين في جنات وعيوم ان المتقين في جنات ونعيم ايات كثيرة عن اهل التقوى فالغرض من الصيام ان انا احقق التقوى فانا عايز عرف بقى فضل الصيام واعرف ايه الحكمة والغاية من الصيام فضل الصيام عظيم جدا جدا خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى والله ما خلقنا ابدا عشان يجوعنا ولا يعطشنا ولا يعذبنا حاشا لله والله احنا بصيامنا لا هنزيد في ملك الله شيء ولا هننقص من ملك الله شيء ابدا ولكن والله الصيام ده ربنا سبحانه وتعالى عايز يشوف من عباده من الصالح ومن الطالح من المؤمن ومن الفاسد من الطقي اللي بيحقق اوامر وبيمتتل لأوامر الله من اللي هو عايز يعيش كده ويقضيها في الحياة على هواه وعلى مزاجه وعلى كيف فالغرض من الصيام ربنا بيمحصنا بيشوف بقى مين اللي فينا الطقي ومن فينا الفاسد فالصيام اولا ربنا سبحانه وتعالى اختبار للمسلم اختبار للعبد اللي يقول انا بحبك يا رب انتهت من ربنا يشوف ينظر منك فالصيام ربنا فرضه اولا المصلحة لنا لانه عايز لكلنا عايز كل العباد وكل المسلمين يدخلوا الجنة اوالله لان ربنا عظيم وكريم وعمل لك باب في الجنة اسم الريان كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه الا الصائمون مش هيدخل منه الا اللي كان بيصوم اللي كان بيصوم في الدنيا وبيتحمل العطش والجوع لله هو ده اللي هيفوز خلي بقى لك بقى وركز معنا عشان يوم الايامة اليوم ده مقداره خمسين الف سنة يوم القيامة طيب اليوم ده لو انت ما جهزتش نفسك من دلوق ويتعودت على الصيام من دلوق مش هتعرف تتحمل اجواء العطش والجوع هناك لان هذا اليوم كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في كرب عظيم الناس في كرب عظيم الم وعطش وجوع وكل اللي تتخيلوا صريخ وعوال لكن لاهل الطقوة قاعدين مستضلين تحت ظل عرش الملك ان المتقين في مقام امين فالصيام هتتعود من دلوقت انت في الدنيا على الصيام ان شاء الله الي بيصوم دلوقت هيكون هناك زي الفل اللي قاعد مطمئن وآمن تحت ظل عرش الملك ومطمئن لكن الي ما كانش بيصوم ده بقى الله يكون فعونه فأول شيء فضل الصيام عظيم ربنا سبحانه عايز دخلك الجنة ازاي طيب قل لي بسرعة اقول لك الحديث كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا من صام رمضانا ليه ايمانا اي ايمانا بالله واحتسابا ان هذا العمل لله ايه جزاؤه يا رسول الله ايه ثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه كل الذنوب اللي قدمها هتتغفر له هو احنا مش كلنا مقصرين مش كلنا مذنبين وكل واحد عنده ذنوب وعنده معاصي عملها يبقى الصيام بيعمل ايه بيكفر لك كل ذنوبك غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى دي اول فضل للصيام ركز معايا كل ذنوبك هتتغفر هو فيه واحد فينا مسلم موحد بيحب ربنا ومش عايز ان كل ذنوبه تغفر مش عايز كل ذنوبه وربنا يغفرها له عشان يدخل الجنة اكيد طبعا طيب يبقى اول فضل للصيام انه بيغفر لك كل ذنوبك طيب ده اول شيء خلي بالك ربنا كريم قوي كريم جدا بيحب الامة دي حيزك تخرج من رمضان وكل ذنوبك مغفور اول الله شوف كم فضل في رمضان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب تاني حاجة من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ايضا يبقى اول حاجة لو انت يعني طبعا اكيد ربنا يكلمك هتصوم لله وهتحتسب العمل لله ربنا يخفر لك كل اثنوها إلا يبقى القيام صلاة الترويح طبعا دلوقتي كل واحد في بيته بيصلي الترويح بيجمع اهل بيته اذا كان زوجته اولاده وبيصلي بيهم طبعا اجواء غريبة ونسأل الله نسأل الله انه يعني في اقرب وقت يعني يفتح لنا المساجد او تفتح لنا المساجد وفي اقرب وقت ان شاء الله نصلي العيد في السحات والمساجد انه ولي ذلك والقادر عليه طيب يبقى انت من قام رمضان ايمانا واحتسابا اللي هي صلاة الترويح صلاة القيام لو صليتها صح ايمانا بالله واحتسابا لله وخلي بالك انا يمكن وقلت هذا الكلام على اكثر من من موقع على المواقع التواصل الاجتماعي لعل اللي دير سالة السنة دي صلاتنا في البيوت هتبين هتظهر المعادن اللي كان بيروح يصلي رياء واللي كان بيصلي فعلا لله المساجد هتبين البيوت هتبين بقى المساجد اغلقت اللي كان بيغرق بقى عشان يروح يتقال عنه ان انا او رجل بيصلي في المسجد او بيقيم او بيصلي ورا الشيخ الفلان عشان بيصلي ورا فلان كل ده هيبان في رمضان اللي بيصلي في بيته بقى هيبان لان الهمة في البيت اكيد اقل من همة المساجد فدلوقتي انت قاعد في البيت ناس كتير ممكن ما تصليش هيبان بقى اذا كنت انت محب ولا لا الفرز هيفرز رمضان السنة ده هيفرز بقى مين فعلا اللي عمده ايمان ومين اللي عمده رياء من اللي كان بيصلي فعلا للقيام بصدق وطاع لله ومن اللي كان بيصلي رمضان رياء في طبعا الناس كدير ممكن تسأل هو في واحد مرائي في الصلاة طبعا هو ربنا سبحانه تعالى في القرآن الكريم قال ايه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يعني فيه ناس بتخش الصلة عشان اتقال عنها ان هي مؤمنة فواحد بتخش الصلة عشان اتقال عنه ان هو راجل طقي فواحد بيخش يصلي عشان يتقال عنه ان هو او يسوق صلعا نفسه كفت جارة مثلا ايا كان وفيه ناس بتصلي عشان اي حاج بيتقال عنها ان هم يعني عالم مؤمنة وعالم بتصلي ففيه مرائيين في الصلاة فشهر رمضان بقى والصيام هيبين هيفرز بقى اللي معدنه صح اللي معدنه قوي مع الله واللي هو مذذب اللي هيتخلى عن صلاة القيام هيعرف ان هو ما كانت شغال مع ربنا بصدق فانخل بلنا بقى شوف تاني فرصة تاني اكاذيون من الله تبارك وتعالى من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قادي تاني فرصة عظيمة ربنا كرامة نبيها في شهر رمضان تبتلت فرصة عشان تعرف بصدق فضل الصيام وفضل شهر القرآن وفضل شهر الصيام تالت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اللي هيقوم ليلة القدر هيقوم يعني في صلاة القيام يصلي صلاة القيام اللي هيحصل يا رسول الله ايضا غفر له ما تقدم من ذنبه شوف يعني انت لم تغفر لكش في الصيام لم تغفر لكش في القيام هيتغفر لك ان شاء الله في ليلة القدر في حاجة تانية فيه كتير كتير جدا فضل الصيام عظيم وأجر عظيم وكان دايما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبك اوعدت الصلاة على سيدك النبي محمد اللهم صلم وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله النبي هو اللي دلنا فلازم نحبه شوف البشرة بتاعته بقى كان دايما يقول له اصحابه قد جاءكم شهر مبارك مبارك لان الاعمال فيه مضاعة بتضاعة الى 700 ضعفة واكثر الاعمال فيه مضاعة الاجر في الصلاة والاجر في الصيام والاجر في القرآن كل الاعمال مضاعة ادي اول شيء قد جاءكم شهر مبارك تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين أي تقيد وتسلسل فيه ليلة خير من ألف شهر الليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم يا الله يعني اللي يتحرم من قيام هذه الليلة وصيامها محروم يتحرم من إيه يتحرم أنه يكتب اسمه من عطقاء الملك لأن كل يوم كما أخبرنا النبي في كل ليلة في رمضان عطقاء للرحمن كل يوم في عطقاء كل يوم يتكتب كده أسامي دولة عطقاء الرحمن من النار عارف يعني إيه أن أنت اسمك يتكتب من عطقاء النار يعني مش هتخش النار أبدا ولا هتطل جسمك أبدا ولا أبدا هتشوف حرها ولا لهبها يوم القيام في فرصة أجمل من كده في فضل وثواب أجمل من كده أن ربنا سبحانه وتعالى عايزك بكل الفرص شوف عندك كم فرصة أن أنت تختنم أي فرصة عشان تفوذ بيها وتكسب عشان تفوذ وتكسب ويكون منجة لك من الهلاك لو قاعدنا تكلمنا عن فضل الصيام فضله كبير وعظيم بس عايزين نخلي بالنا بقى جماعة في مبطلات للصيام واحد صايم لكن عمال يختاب في الناس عمال يجيب سرة الناس ويجيب سرة فلان وفلانة ويعمال يتكلم في أمور الناس واحد صايم ويعمال شغال نميمة بيمشي بين الناس بالنميمة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرا لا يدخل للجنة نمام إزاي تكون صايم وعمال تختف في الناس إزاي تكون صايم وعمال توقع بين الناس توقع ما بينهم معه النميمة أن أنت بتنقل كلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد أن أنت بتفسد ما بينهم طيب إزاي تكون أنت صايم وعمال تنم وتوقع بين الناس طيب إزاي يكون صايم متارك للصلاة إزاي في أشياء مبطلات للصيام في أشياء كتير المستأذق بالدين الوقت الدين بيستهزاء كده وعلى مزاغه ده الله تبارك وتعالى لا قبلونه صيام إلا العاقل والديه لا يقبل الله منه صيام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا أي لفريضة ولا نافلة من ضمنهم العاقل والديه شوف كم واحد دلوقتي عاقل والديه شوف كم واحد دلوقتي هامل أبوه وأمه وإحنا في شغل مبطلات والكريم وفي أشياء كتير المبتدع في دين الله اللي بيتبع فرق ضلة هذا لا يقبل الله منه صيام في أشياء كتير يا جماعة مبطلات للصيام عايزين نخلي بالنا منها عشان نتفداها عايزين ربنا يكرمنا عايزين رمضان السنة دي الكل يحقق التقوى وأهم شيء القرآن أهم شيء القرآن لأن رمضان شهر القرآن وشهر أنزل فيه القرآن كما أخبرنا الله تبارك تعالى في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس طب الله عليك اللي ما بيفتحش المصحف هتفتحه إنت أنت دلوقتي الشياطين مسلسلة ومقيمة شغال براحتك محرية ما فيش غير نفسك وهواك طب أنت دلوقتي لو ما جاهدتش نفسك أن أنت تمسك وتقرأ في كتاب ربك هتجاهد نفسك إمتى إمتى هتقرأ بقى في شهر القرآن هو أنت مش عارف أن القرآن ده كلامه الرحمن تفهمت قبل ربنا هتقوله إيه؟ يا رب أنا ما قلتش بفتح كتابك ما قلتش بقرأ كلامك بالله عليك هيكون شكلك إيه؟ لما أنت اسمك مسلم ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ ما بتقرأش في القرآن رمضان شهر القرآن وأنزل فيه القرآن خلي بالك ربنا فضل شهر رمضان وعظمه لإني نزل فيه القرآن لإني أي شيء بينزل عليه القرآن إلا وربنا بيرفع قبره شوف سيدنا جبريل لما نقل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بقى هو طوص الملائكة أو أفضل الملائكة أمين الوحي نزل على قلب سيدنا رسول الله سيدنا النبي محمد بقى ربنا سبحانه وتعالى جعله أفضل العباد حبيب الرحمن تشريفا للقرآن وكلام الرحمن القرآن لما نزل في شهر رمضان بقى ربنا خلاه أفضل الشهور عند ربنا أفضل الأيام ولما نزل في ليلة القض ربنا سبحانه وتعالى شرفها وكرمها وجعلت خير من ألف شهر برضك تشريفا عظيما لقدر القرآن شوف كل الدعاء كل حفظة القرآن ربنا رفع من مقامهم ورفع من قدرهم كل ده فضل القرآن يبقى أنا إزاي أهمل القرآن إزاي مقرأش القرآن ما احنا قلنا الغرض من الصيام إن أنا حقق التقوى إن أنا أخرج من هذا الشهر أحقق التقوى طب حقق التقوى إزاي من غير القرآن أنت لما تفتح للمصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه شوف أول آية بعدها هدى للمتقين يبقى القرآن هو الهدى لله عايز يكن تقي من غير القرآن مش أتعرف تهتدي من غير القرآن مش أتعرف تحقق التقوى من غير القرآن مش أتعرف تحقق أي شي فيا جماعة عايزين ربنا يكرمنا وكل واحد يصن صح من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبي وفي نهاية حلقتي يعني أتوجه بالشكر لكل المشاهدين وأسأل الله أن يرفع عننا ما نحن فيه وأن يفرج عننا ما نحن فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والأسفل